موسيقى خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس وزراء ناطق باسم الحكومة يستنكر شن حاملة ضد مشروع قانون الكرامة الفريق الأممي العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتاة تواصل زيارته لبلادنا بتفقد بعض المرافق الخدمية وعقد لقاءات من بها احياء لذكر المولد النبوي الشريف سهرات لذكر والمديح وتدارس سيلته العطرة في مناطق مختلفة على عموم التراب الوطني اهلا بكم في التفاصيل عقب اجتماع مجلس الوزراء بنواكشوت تحت رئاسة رئيس الجمهورية سيد محمد الشغل عزواني علق كل من وزير البترول والطاقة والمعادن ناطق باسم الحكومة ووزير الاقتصاد والتنمية المستديمة ووزير صيد الاقتصاد البحري في مؤتمر صحفي عقدوه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء ملخص لأبرز ما تناوله المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة يستعرضه التقرير التالي صادقة الحكومة في اجتماعها اليوم على جملة من مشاريع المراسيم والبيانات طالت عديد القطاعات الحكومية وتناوله المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة البيان المتعلق بتنفيذ المشاريع خلال الفصل الثاني من سنة 2023 استعرضه وعلق عليه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة سمات العامة لهذا المستوى التنفيذ لهذا الفصل اولا انه قد تحسنت بشكل واضح بالمقارنة مع السنوات الماضية في 30 يونيو و23 هناك 115 مشروع اليوم بتمويل خارجي بقيمة 140 مليار فاصل 81 ومن بين هذه المشاريع وحسب المعطيات اللي عندنا يقدر يعتبر على ان 27% منها سجلت مستوى اداء جيد وبينما هناك 23% من هذه المشاريع تشهد مستوى متوسط وقرابة 23% تشهد تعثر شيئا ما وبدوره استعرض وزير الصيد والاقتصاد البحري مشروع المرسوم المتضمن مدونة الصيد البحري مبرزا ان المدونة تهدف الى تنظيم وهيكلة قطاع الصيد مؤكدا ان المدونة تأتي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤولي لقطاع الصيد والاقتصاد البحري وحول سؤال احد الصحفيين عن واقع التشغيل في قطاع الصيد والاقتصاد البحري رد السيد لام مختار للإجابة إلى هذا السؤال هناك مسألتين لابد تؤخذ في عين الإتباع أولا هما عندنا في بلادنا عندنا مشكلة في تطبيق ما يساما ملاعمة احتياجات التكوين وفرص العمل هذا نقص لا بد يعالج ولكن الحكومة بادرة في إلاجة هذه المشكلة والوزارات المعنية بهذا الشأن وزارة التهديد تعليم العالي وزارة الشغل والتكوين عاكفون على أن يبذلوا كل ما بوسعهم للتنسك فيما بينهم لحل هذه المشكلة ومن بين ردود وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة رده على سؤال حول ما يثار بشأن مشروع قانون النوع الحكومة لا علم لها بقانون النوع اللي عاد من به نفهم قانون ينقال له قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ونحن نسموه قانون الكرامة ما هو قانون النوع ونختار نقول عن هذا ما هو قانون أنه ما زال مشروع قانون يتم تدارس وقطع أنه تم إرساله لهيئة المجلس العلالي للفتاة والمظالم وعطى عليه ملاحواته وتم دراجها كما تم إرساله مولي لهيئة العلماء المريتانيين والملاحوات اللي اعطاها مولي الدور تندراج فيهم وبالتالي ذا القانون اللي معادل عليه حملة ما هو القانون نتكلم عنها وبخصوص وثيقة المثاق الجمهوري الموقع عليها من طرف الحكومة وبعض الأحزاب رد الناطق اسم الحكومة نحن نقول عن هذه الوثيقة أنها ما هي إلا تجسيد للإنفتاح السياسي وسياسة التهدئة اللي هو نهج فخامة رئيس الجمهورية وأنها المبادئ اللي تم إعلان عنهم مدبادئ جمهورية ومن ضالة كافة الفاعلين السياسيين واللي فيه من المجتمع المدني أنه لا يلتحق بهذه الوثيقة لأنها وثيقة ضامنة وشاملة وموحدة يواصل الفريق الأممي العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات زيارته التي بدأها منذ أيام لبلادنا وفي هذا الإطار زار الوفد بعض المرافق الخدمية وعقد لقاءات مع عدد ممثل القطاعات الحكومية من مقر الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بدأ الفريق الأممي العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات برئاسة السيدة ميس كيريم جيسي تيكاني لقاءاته صباح اليوم حيث أجرى لقاء مشتركا حضره ممثلون عن وزارات الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة والمالية والوظيفة العمومية والعمل والتحول الرقمي وأسرنة الإدارة وقد تناول اللقاء شرح مهمة الفريق الأممي الزائر وطبيعة عمل القطاعات المشاركة في هذا الاجتماع وباللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تناول لقاء الوفد الأممي مهام هذه اللجنة كهيئة استشارية تساعد الحكومة في الجهود الرامية لترقية حقوق الإنسان قدمه عضو المكتب الدائم للجنة السيد عبد الفتاح والبابا كما توقف الوفد الزائر بمركز الاستطباب للأم والطفل بمقاطعة الكسر حيث قدمت مديرته السيدة فاطمة بن عبد القادر شروحا حول مهام هذا المركز والخدمات التي يقدمها واختمت الزيارة بمركز الحماية والدمج الاجتماعي بمقاطعة دار النعيم حيث تابع الوفد الزائر أرضا قدمته مديرة المركز السيدة مريم بن تبابا حول مهامه وما يقدمه من خدمات لصالح الأطفال المستهدفين ضمن عمله أدى وفد من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب مختلفة في الولايات الداخلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر احتضر بقر بلدية دار نعيم فعاليات النسخة الثانية من جائزة عمدة البلدية للمديح وسيرة النبوية وذلك تزامنا مع ذكر المولد النبوي الشريف سيد الحفل تقديم وصلاة مديحية ودبية المزيد عن هذه الأمسية المديحية نتابعه في سياق تقنية التالي احتفاء بذكرى مولد سراج الدنيا ونورها وتدارسا للسيرة العطيرة للرحمة المهدات للعالمين نظمت بلدية دار النعيم بولاية واكشوط الشمالية مسابقتها للمديح والسيرة النبوية بمشاركة فرق مديحية وأذباء صدحت حناجرهم بالتغني بخصاله صلى الله عليه وسلم إنه يوم يحمل في طياته رسالة السلام وتسامع والمحبة التي علمنا إياها نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم نستذكر القيم النبوية العظيمة التي مشرت عبر الزمان والمكان ونتذكر تعاليم الرحمة والعدل والشفقة التي جاء بها نبينا الكريم لتكون هذيا لنا في حياتنا اليومية في هذا اليوم نتأمل في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونستلهم منه القوة والإلهام مكون أفضل نسخة من أنفسنا إنها فرصة لتجديد العهد بقيم الإخاء والتعاون والتسامع ولنتذكر أننا جميعا أبناء وبنات نفس الأمة وأن الوحدة والتعاون هما مفتاح النجاح والتقدم في هذا اليوم المنظارك ندعو الله أن يعمى السلام والأمان في كل ربوع الأرض وأن يحفظ أمتنا الإسلامية وبلدنا موريتانيا الأمسية المديحية التي دأبت بلدية دار النعيم على تنظيمها تزامنا مع مولد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين تضمنت مداخلة فقهية تناولت شمائل خير البرية ومعجزاته لتختتم بتوزيع الجوائز على الفائزين نظمة الرابطة الثقافية الرياضية الكدية بمدينة زوارات حفل تكريب للفرق الفائزة بكأس البطولة المدرسية لكرة القدم وكرة السلة ودخلنا الحفل الذي أشرفت عليه سلطات الإدارية بولاية الترس الزمور توزيع جوائز مادية وعينية على اللاعبين تذمينا للإنجاز الرياضي الذي حققته الفرق المدرسية في مدينة زوارات باحتلالها المراتب الأول وطنيا في البطولة المدرسية لكرة القدم وكرة السلة نظمت الرابطة الثقافية والرياضية للكدية حفل تكريم لللاعبين وذويهم بإشراف من السلطات الإدارية التي أكدت أهمية هذا النجاح الرياضي لتهيئة الأجيال القادمة لا يخفى عليكم أن أهمية الرياضة بصفة عامة ولكن أيضا أهمية تنشئة النشأة صحيحة الرياضة عامل موحد عامل مساعد لدخول ولوج كافة أنشطة الحياة منذلك إن شاء الله نتعهد أمامكم وباسم كافة الهيئات اللامة مركزة للدولة والهيئات المنتخبة إن شاء الله هذا النجاح سيكون تكون معا صفحة جديدة للتعاطم عشان الرياضة إن شاء الله على مستوى الولادة الرابطة التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم تعمل ضمن استراتيجية تهدف لتطوير الرياضة عبر دعم الرياضيين من كافة البيئات العمرية الرابطة لديها برنامج طموح ومشجع وهذه الفرق المدرسية التي فازت نحن نقول أي ما تحت السن 17 وهي في الحقيقة مشاريع مشاريع لكورة نحن بحاجة إلى هذه المشاريع بحاجة أن يكون لدينا فريق من الدرجة الأولى رابط تسنيم لديها مشروع طموح مشروع أكاديمي وهي مستعدة أن تكون لانطلاقة من هذا الفريق تخلل حفلة تكريمي توزيع جوائز نقدية وعينية على أعضاء الفرق الفائزة بالبطولة تشجيعا على الجهد المبذول الذي مكنهم من وضع اسم ولاية تيرس الزمور في المراتب العليا رياضيا على المستوى الوطني تالي الصادق قناة الموريتانية مدينة زوارات احتضنت ساحة الاستقلال في قلب مدينة تيجيكجان طلاق فعالية النسخة الأولى من مهرجان المديح النبوي ويهدف هذا المهرجان المنظم من قبل نادي المديح بتيجيكجا إلى ترسيخ ذقافة المديح وإحياء ذكرى مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ناسة حضور جماهلي المعتبر انطلق ليلة البرحة في عاصمة ورات تقانت مهرجان المديح النبوي بالقريفة تيجيكجا احتفاء بذكرى بولدي صلى الله عليه وسلم ولتقانت سيد طيب المحمد محمود بينا خلال اشترافية على أطلاق فعالية المهرجان لهمية التي تلها السلطات العليا في البلاد لمثل هذا النوع من الانشطة الدينية يطيب لي أن أشارككم الليلة أفراح ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم من مدينة تيجيكجا مدينة العلم والعلماء وهي مناسبة كذلك ليهنئ الأخوات القائمات على هذا الاسبوع المديح النبوي في القريفة بتيجيكجا واستذكار وتخليد جيل كان همه مدح النبي صلى الله عليه وسلم سيدات أيها سادة إن إحياء مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم مناسبة للتذكير بسيرته العطرة وأخلاقه السامية واستلهام معاني وقيم الرسالة المحمدية القائمة على نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس ويهدف هذا المهرجان المنظم من قبل نادي المديح النبوي بتيجيكجا إلى إبراز مكانة المديح النبوي بالتزامن مع حول ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم إن اختيارنا لهذا المهرجان كان نابعا من حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم وحرصنا على التعريف به وبمديحه ومداحيه والتنويه بهم وقد اخترنا مدينة تيجيكجا لما لها من دور طيب في محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدورها العندة المساعدة لبلدية تيجيكجا سيد عاش موليل الشهدت بهذه التظاهرة التي ستسهم في تعزيز ثقافة المديح النبوي وبث أخلاق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم والتذكير بسيرته العطرة وقد تخلت السهرة الأولى من المهرجان فقرات مديحية وشعرية تحدثت في مجملها عن شمائله صلى الله عليه وسلم وخصاله الحميدة الحسن تباب قناة الموريتانية مدينة تيجيكجا شهدت مدينة أطار صهرة المديحية احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف وتأتي هذه الفعالية التي تشارك فيها عدة الفرق المديحية في سياق حفاظ على تراث المديح النبوي وإحياء الشمائل المحمدية أصوات تحلقه ملكوت عشق سيد البرية وتتوقل رؤيته وشفاعته مديح بلغات الوطن احتفاءا بذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة أطار تظاهرة مديحية تتفي إطار الحفاظ على التراث المديحي النبوي والحث على التشبث بقيم العدالة والسماحة والمحبة التي أرساها رسول الإنسانية عليه أفضل الصلاة والسلام هذه الدائرة المحمدية تنظم كل سنة مولد النبوي وهذه الدائرة قد وردنا من أجدادنا قمنا نحن بهذا الشباب ننظم هذه الدائرة لأننا ننظم احتفالا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام الآن نتخذ فيه جميع الأطياف الموريتانيين هذا منه نحتفل كل سنة بمولد النبوي كما يحترفون الأطار في يوم الاسم ونحن كل مولد النبوي كل سنة نحتفل به ونشكر على كل من سعم بهذه لأن هذا وجدناه من آبائنا يحتفلون به كل سنة بجميع نهاية الموريتانية وصلاة مديحية تتلى فيها الشمائل المحمدية من طرف فرق من مدينة أطار وخارجها في جو من السكينة والسلام فقرات المختلفة تضمنتها الفعالية المديحية وتبارى فيها المدحون في ظل متابعة من الجمهور الذي رابط حتى ساعة متأخرة من الليل الفاغولي الشيباني قناة الموريتانية مدينة أطار ودائما في هذا الإطار لكن هذه المرة من مدينة وذيبو حيث تعدد الفرق المديحية التي تتعنى بشمائل المصطفى عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام فرقة التوسل إحدى هذه الفرق التي تنعيش ليالي المديح في المدينة بالتزامن مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف نادي التوسل ثم فرقة التوسل المديحية عدة أسماء على مدى سنوات اتخذتها هذه الفرقة اسما لها لتنضم إلى ركب الفرق المديحية متخذة سبيل التغني بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وشمائله العطرة وظيفة لها تصدح بها شوقا وترغيبا ترجمة نانسي قنقر ومع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف تتعدد الأدوار المديحية التي تقدمها هذه الفرق مع وصلات إشادية على آلة نيفارة وأنماط مختلفة أخرى كذب الفروري الشعبي وهذه ابو في قدر من الفرق الحمد لله دائما هذا المولود اللي خالده سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم وعند الكامل باقي يحضر فيه يحضر فيه وهذه هي الصيفتنا معه الحمد لله متواصلين معه رحنا لا جزء منه هذه الفرق ما يجزع مثل مصطفى صلى الله عليه وسلم مش كبير عندنا حتى هو الخلاق هو الرزاق هو الكريق هو اللاطيف في هذه الجرسة تتقاسم أفراد الفرقة الأدوار ويختارون كل ليلة منزل أحدهم ولكل منهم دوره في عملية الإقاع هذا المدح عدلناه زمان طويل نحن بعد إنفي لأنه تكبره لهذا الرسول الذي يخلقنا نحن من الموت وغطا عدلناه زمان طويل نحن متباركين معاه وغطا عنا مشينا فيهم ولي عدلنا فيها ياسر من المصير نحن ماشيين فيه وخالقين بعد اليال يمخصينهم من نحن لوقا ما لاحقهم الشيء في العياد كاملين حتى هون عدلناه في النهار للعيد الفايت عدلناه هون القيلة أنتا يسمع تلين عدل مقر أنتا يسمع قطعنا مولي نواريبه هذا مثلناه في عدة مدو في الزويرات وقسنة تيشيت وولاة وودان هذا المدح أصحابي أستقاعي لله ونخبط في النهار وكل ليلة نجابه عند المدح الرسول عليه الصلاة والسلام نجابه عند خيمه ونخبط في النهار المدح زين المدح زين مدفن كامل ما فيهم هو المدح تعبر المجموعة عن تشبتها بالمديح الشعبي منذ الصغر حيث تلقوه عن طريق التلقي والتكوين عليه من بعض المداحين القدمة ليجدوا نفوسهم منخريطين في المجال الشريف شوقا ومحبة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الشيخ اللحميدي الموريتانية مدينة نواذيبو ومن نواذيبو إلى مدينة كيهيدي حيث عاشت بعض أحياء المدينة جواء احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وقد شملت الفعاليات دروسا في السيرة النبوية وإلقاء قصائد وابتهالات المديحية متنهوعة من المسجد العتيق في حي قتاقة بدأت الانشطة المخلدة لذكرى المولد النبوي الشريف بتنظيم حلقة حوارية حول السيرة النبوية أنعشتها شخصيات محلية تناولت مختلف جوانب هذه الذكرى الغالية ودلالاتها التي غيرت مسار البشرية ووضعت لها أساسا وقواعد مبنية على العدل والرحمة كل عام نحن نحتفل بمولد النبوي الشريف في هذا المسجد العتيق أول مسجد بنية في هذه المدينة وهي من المساجد النادرة العانى والطوف النادرة في موريتانيا كان سابقا في هذا الوقت بالذات يمتلي هذا المسجد لأن كان هناك وافدون يعطون من كل مكان من السنغال ومن مالي محمد الله تعالى ما زلنا مصرين على ما وجدنا عليه عباؤنا وكانوا يحترمون هذه الليلة المباركة مولد سيد العنام هو الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن ما زلنا نواصل المشوار أتينا لكي نجدد ونصحب بعض الأخطاء التي كانت موجودة فيه نهاول أن نهارب البدع لكن نحافظ كل ما يكون سببا لترابط هذا المجتمع وكل ما هو أيضا يساعد على إيصال الرسالة النبيلة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وفي حي تولدي تنادى السكان والزوار القادمون من مختلف أنحاء الوطن إلى هذا المجلس للمشاركة في إحياء مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة ليست كالليالي حيث شكلت تحولا جذريا توج برسالة إلهية مطهرة على يد الصادق الأمين هذه الليلة سنبدأ إن شاء الله ربي من صاعة واحد إلى الفجر إن شاء الله ربي وصائدناك في مده خلاص الذهب الكتاب الليلة خلاص الذهب ويسمى خلاص ري الزمان ويسمى خلاص مدهو بردش إن شاء الله ربي في حي تولدي العريق نجتمع لإحياء ذكرى عزيزة على نفوس جميع المسلمين نركز هنا منذ ساعات المساء الأولى وحتى صلاة الفجر على إلقاء القصائد المجيحية والابتهالات المأثورة وتدارس السيرة المطهرة التي تحمل الكثير من معاني رسالة الخالدة وتتجدد هذه الذكرى كل سنة ويتعزز معها الأمل في وحدة الأمة الإسلامية والحفاظ على مقدساتها التي هي صمام الأمان لهذه الأمة التي خصها الله بالخير والإيمان لقناة الموريتانية معاد عبداوى مدينة كيهيدي نهاية النشرة تذكير بالعناوين خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء ناطق باسم الحكومة يستنكر شن حملة ضد مشروع قانون الكرامة الفريق الأممي العامل المعني بالتميز ضد النساء والفتيات واصل زيارته لبلادنا بتفقد بعض المرافق الخدمية وعقد لقاءات بها إحياء لذكر المولد النبوي الشريف سهرات لذكر والمديح وتدارس سيلته العطرة في مناطق مختلفة على عموم الترابي البطني شكرا لكم مينما كنتم على كرم المتابعة تحية إلى اللقاء شكرا لكم